في لحظات الفرح يشكر اللاعبون وفي الأطراح يذم المدرب هذه هي الرياضة اللاعبون أبطالا للإنجاز والمدرب مهندسا للفشل دائما طالبت وسائل الأعلام الألمانية بإقالة مدرب المنتخب يوكيم لوف بعد الهزيمة التاريخية بسوداسية دون رد أمام منتخب إسبانيا في دور الأمم الأوروبية وأكدت صحيفة بلد واسعة الانتشار أن الخسارة ضد إسبانيا هي الأسوأ منذ مواجهة النمسا التي خسر فيها مانشافت بنفس النتيجة عام 1931 وتساءلت اليومية حول مقدرة يوكيم لوف على إعادة المنتخب للسكة الصحيحة قبل سبعة أشهر من انطلاق منافسة كأس أمم أوروبا في مقابل ذلك أكد مدير المنتخب الألماني أوليفر بيرهوف أن لوف سيواصل مهامه على رأس العريضة الفنية ولن تتم إقالته موسيقى 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 ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا الزميل محمد وطحى محرر أشؤون الرياضية في الشرق أهلا بك محمد طبعا أبدأ من هزيمة منتخب ألمانيا الثقيلة بالأمس ما سببها أولا مساء الخير لك راشا وليساد المشاهدين الهزيمة الكبيرة التي تلقاها المنتخب الألماني أمس أمام المنتخب الإسباني تسببت في زلزال حقيقي في ألمانيا بنظر إلى النتيجة المسجلة والتي لم يسجلها المانشافت أو لم يتلقاها المانشافت منذ 89 سنة وبضلط مثل ما ذكرت في المقدمة خلال عام 1931 الهزيمة متوقعة في كرة القدم لممكن لأي فريق أو أي منتخب أن ينهزم ولكن من غير المقبول أن ينهزم منتخب ألمانيا الذي يمتلك أربع كؤوس في العالم بهذه النتيجة في مباراة كان يقصه فقط التعادل من أجل المرور إلى الدور النصف النهائي لدور الأمم الأوروبية أمس إسبانيا أكدت علوة كعبها على حساب المنتخب الألماني منتخب الماتادور الإسباني تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف فقط في الشوط الثاني وربما المتابعون كانوا يعتقدون أنه خلال الشوط الثاني أو ما بين الشوطين يوخيم لوف سيقوم بتعديل الأوتار أو تار التشكيل الألمانية ولكن الأمور لم تسير بهذه الطريقة بل المنتخب الإسباني زاد من غلته وسجل ثلاثة أهداف أخرى مما جعل فريق الألماني المنتخب الألماني بقيادة يوخيم لوف واللاعبون يخرجون برؤوس منحانية من ملعب المباراة هذه ما تسببت في زلزال حقيقي كما قلت في الصحافة الألمانية التي طالبت صراحة بإقالة المدرب يوخيم لوف بعد نهاية المباراة بالزبط كما ذكرت تصاعدت الأصوات التي طالبت بإقالة المدرب لماذا يقع اللون دائما في الخسارة على المدرب واللاعبين دائما يحصلوا على الإشادة في حال ربحه هذا هو القانون الظالم في كرة القدم رشاة دائما المديح يكال للاعبين عند تحقيق الإنجازات والانتصارات وحتى عندما يقدمون أداء متوسط ويتم إيجاد الأعذر لهم ولكن عندما يسقط المدرب أو يتسبب المدرب في الهزيمة وفي خسارة لقف فإنه سيكون الضحي الأولى هذا هو قانون كرة القدم المتعرف عليه وحتى المدربون عندما يوقعون على العقود هناك بنود تنص على إقالتهم فورا تسجيل نتائج مخيبة لو نعود بالذاكرة قليلا إلى الوراء فإنه ليس يوخيم لوف فقط من تشن ضده هذه الحملة الشريسة من طرف الصحافة الألمانية بل هنالك الكثير من المدربين الذين دخلوا في صراع مع الصحافة بسبب هذه المطالبات نتذكر في عام 2015 كارلوان شيلوتي قاد ريال مادريد للفوز بالكأس العاشرة في دور أبطال أوروبا عام 2014 في العام الموالي عام 2015 خارج خالي الوفاض فكان مصيرها الإقالة كيف يتصرف المدربون عادة عندما يواجهون سيلا من الانتقادات السبيل الأول لمواجهة الانتقادات هو العمل والعمل فقط ومحاولة إعادة الفريق والمنتخب إلى السكاة الصحيحة يوخيم لوف اليوم الاتحاد الألماني جدد فيها ثقة لأنه بكل بساطة لأنه لا يمكن إقالة مدرب على رأس منصيبه قبل سبعة أشهر من منافسة أمم أوروبا أيضا هناك دعم كبير من المدير المنتخبات أوليفر بيرهوف للمدرب يوخيم لوف ورغم أن الصحافة الألمانية بدأت بطرح العديد من أسماء المرشحة لخلافة يوخيم لوف على غرار كل من توماس طوخي المدرب نادي باريس انجرمان أيضا المدرب الشاب لنادي ليبزيك يوليان ناكلسمن وحتى المدير الفني لاندي باير ميونيك هانس ديترفليك للمعلومة فقط الصحافة الألمانية ذهبت بعيدا في انتقاداتها عندما أكدت أن الإنجاز الذي حققه يوخيم لوف عام 2014 والتتويج بكأس العالم كان سببه الرئيسي هو هانس ديترفليك المدرب المساعد والمدرب الحادي لنادي باير ميونيك الذي قاد النادي البافاري لحصد الأخضر واليابس أوروبيا وبدأت الأصوات تعالى من أجل منحه فرصة تدريب المانشفت كمدرب رئيسي وليس كمدرب مساعد ولو أن الأمر يبدو معقد جدا لأنه هانس ديترفليك الساعد في الباير ويريد مواصلة المغامرة هناك أيضا إشارة إلى مدرب نادي ليفر بول يورغان كلوب ولو أنه يورغان يفضل إنهام مشواره مع ليفر بول إلى غاية عام 2024 على أقل تقدير نعم محرر الشؤون الرياضية في الشرق محمد وطحة شكرا جزيلا لك